وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر وهذا مسألة بحثناها في كتب الفقه أن يجوز أن يثنى بالتكبير يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر من أهل العلم ذهب إلى أن المؤذن يفرد التكبير وحديث عمر يرد هذا من يشدد فيها فيجوز للمؤذن أن يثنى التكبير يقول الله أكبر الله أكبر يجوز يجوز وحديث عمر نص ظاهر فيها ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال أحي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال أحي على الفلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة الله أكبر دخل الجنة إذا قالها من قلبه يعني موقنا بأن هذه الجمل التي يقولها المؤذن حق ولم يتطرق إليه شك فإنه يدخل الجنة بإذن الله وهذا يدلنا على فضيلة إجابة المؤذن شكرا